قد بلو في غرفة سبعة لو كنت في المستشفى واسمية الندادة هل تعرف معناه؟ رمز بسيط لكن ممكن تكون حياة إنسان هكلمك عن أكواد الطوارئ اللي موجودة بالمستشفى هي نظام تنبيه صوتي في المستشفى بيستخدموا فيه ألوان بدل ما يعلنوا عن الحالة بصراحة علشان ما يعملوش حلع بين المرضى والزوار ويحموا خصصية المريض خلينا أقول لك على أم الأكواد اللي لازم تكون عارفها كود بلاك لو فيه حد بيحدد بكون بلا أو أي حاجة مشبوه فيها وهنا بيتم تأمين المكان واستدعاء الجهات المختصة كود بلو بنستخدمه في حالات الكارديا كارست توقف القلب وهنا الفريق الطبي بيتجه فورا لعمل سي بي أور إن عشقال براوي كود براون لو فيه تسريب كيميائي أو بيولوجي وهنا السلامة العامة بتتدخل فورا كود ريد لو حصل حريق في المستشفى وهنا الكل بياخد إجراءاته فورا لإخلاء المرضى والسيطرة على النار كود ويت لو حصل أي عنف ما بين المرضى أو الزوار بالكلام أو بالسكينة أو بأي حاجة وبعض المستشفى بتستخدمه لوصف عنف أو اهتداء على الطاقم الطبي كود ييلو بنستخدمه لو شخص مفقود وغالبا مريض غير مؤهل لاتخاذ قرار بمغادرة المستشفى ساعات المريض بيكون مضطرب وممكن يتعرض للأزى برا كود سيلفر بنستخدمه لو لقينا شخص مسلح داخل المستشفى كود أوميجا بنستخدمه مع شخص اللي عنده نزيف شديد بيهدد حياته كود أكوى لو حصل فيضان داخل المستشفى كود بينج بنستخدمه في طوارئ خاصة بالأطفال أو الردع زي توقف التنفس أو الاختناء كود أورانج لو فيه عدد كبير من الإصابات ووصل للمستشفى مرة واحدة زي حوادث الطرق أو الكبارث بيتم تفعيل خطة طوارئ لإستيعاب الحالات كود جرين بنستخدمه لإخلاق قسمة أو المستشفى بالكامل بسبب حريق أو تسرب غاز أو تهديد خارجي الفريق بيبدأ إخلاق آمل للمرضى حسب الأولوية كود جرين بنستخدمه في حالة وجود تهديد خارجي زي تسريب غاز خارجي وعنف بالخارج وبيطلب من الجميع البقاء في أماكنهم وعدم الحركة كود بيربول بنستخدمه في حالات الطوارئ الطبية الحركة غير القردة كالرست طوقف القلب زي نوبة سكر أو إغماء شديد بيتدخل فوراً الفريق الطبي في بالك مش كل المستشفيات بتستخدم نفس الأكواد وبعضها بيضيف أكواد خاصة حسب النظام الداخلي أو البلد قل لي بقى إيه أول كود سمعته في شغلك مع الفاكر كان بيخص إيه وكده الحلقة خلصت يارب تكوني استفدت مني استنى الحلقة الجاية في موضوع جديد في نفس المعات ما تنساش بقى تعمل لايك وشيلي الحلقة وتنزل تبص واسع مصادر واشوفك الحلقة الجاية سلام اشتركوا في القناة